الرسول صلى الله عليه وسلم في قده وقامته كان ربعة إلى الطول والوسط فيه وسط إلى القصر في وسط إلى الطول لكنه كان وسطا إلى الطول لكنه كان أبيضا مشربا بحمره ولا تؤثر عليه الشمس الجزيرة العربية فيها أشعة الشمس حارقة لكن لم تكن تؤثر في لونه فلونه دائما في صباه وشبابه ورجولته إلى أن توفاه الله ونفس اللون كان شعره ليس قططا ولا سبيطا متوسط أيضا كان شعره شديد السواد وكان كأنه مرجل دائما بأصل الخلقة تنظر إليه كأنه مرجل كأنه كان يرجل حاله وكأنه مدهون دائما يلبع لكن كانت له لحية مستديرة وجهه مدور مثل شكل القمر وليس مستطيلا كان له لحية سوداء مستديرة ليست كبيرة جدا طويلة ولا هي قصيرة جدا وكان له حاجباني كالهلالين وكان له فوق نبتي أنفه نور يشع دائما وأنفه كان أقنع قائم وليس من بطحا وكان فمه ضليعا أي ليس ضيقا ولا متسعا جدا وسط بين ذلك وشفتاه كانت أيضا ليست نحيفتين قليلتين ولا هما كبيرتان فكانت متوسطتين كانت أسنانه نبتتها متفرقة لا تمس سن سنا وليس بينها تفلج كبير أيضا أحمر الشفتين خلقة في الأصل نعم وكان أكحل العينين كأنه مكحل كانت رقبته تشبه بإبريق الفضة كأنه من فضة كأنه بإبريق من فضة يلمع ببياضها وحسنها وكان واسع الصدري بعيد ما بين المنكبين هذا القوة تعلمت القوة نعم طويل ذراع عيني واسع ما بين الكتفين وفي كتف اليسرى قريبا من وسط ما بين الكتفين خاتم النبوة وهو شامة عليها شعارات ليست سوداء بالكلية ولكنها مائلة إلى لون السواد